فونويل براند ديسيز مرض فونويل براند فونويل براند ديسيز هو مرض وراثي يكون المصاب به أكثر عرضة للنزيف عن غيره ويعتبر أكثر الأمراض الوراثية المسببة لزيادة سيولة الدم انتشارة ويمكن حدوثه نتيجة أسباب مرضية غير وراثية في حالات قليلة ويطلق عليه أيضاً الهيموفيليا الكاذبة وينتج المرض عن نقص أو خلل في عامل فونويل براند الذي يلعب دوراً مهماً في عملية تخثر الدم ولكي نعرف هذا العامل علينا معرفة كيف تحدث عملية تخثر الدم عند التعرض لإصابة تؤدي إلى نزيف يبدأ الجسم بعمله لوقف النزيف تبدأ الصفائح الدموية بالتوجه إلى مكان الجرح ثم تقوم بإفراز مواد السيروتونين والإي دي بي وثرومبوكسين إي تو حتى تعمل خثرة دموية لإغلاق الجرح وبهذا تكون العملية الأولى للتخثر قد تمت وتبدأ العملية الثانية وهي تعتمد على عوامل التخثر حيث يتم تنشيط آلية من الخارج بإفراز مواد من الأنسجة المصابة وآلية من الداخل بإفراز مواد من الصفائح الدموية وتتحول عوامل التخثر من الشكل العادي إلى الشكل المنشط مما يؤدي إلى تكون نسيج يغلق الجرح ومن ضمن العوامل التي يتم تنشيطها هو عامل فونويل براند الذي يتم تنشيطه من الثرومبن ولكي نعرف أهمية هذا العامل علينا معرفة وظائفه عامل فونويل براند فونويل براند فاكتور هو عبارة عن سلسلة من بروتين سكري متعدد وهو كبير نسبياً بالنسبة لعوامل تخثر الدم الأخرى ويتم تصنيعه في الصفائح الدموية والأنسجة المكونة للأوعية الدموية على عكس باقي عوامل التخثر التي تصنع بالكبد إن أي نقص في كمية هذا العامل أو ضعف في عمله يؤدي إلى مرض فونويل براند وظائف عامل فونويل براند فانكشن أوف VWD أولاً يقوم بحمل العامل الثامن في الدورة الدموية ويقوم بحماياته من التحلل في الدم حيث يتحلل العامل الثامن بدون وجود عامل فونويل براند في خلال ثمان دقائق أما في وجود عامل فونويل براند فيتحلل خلال ثمان ساعات ثانياً يعمل على لسق الصفائح الدموية بالأوعية الدموية المتضررة من خلال عمل ارتباط بين الصفائح والأوعية الدموية أنواع المرض من الناحية الوراثية إن الفرق بين مرض فونويل براند والهيموفيليا هو كيفية انتقال الجين وراثياً فمرض الهيموفيليا ينتقل محمولاً على الكروموسوم الجنسي X في حين ينتقل مرض فونويل براند على الكروموسوم 12 وهو كروموسوم جسمي وهناك ثلاثة أنواع من مرض فونويل براند النوع الأول ينتقل على جين سائد النوع الثاني ينتقل في الأغلب على جين سائد وأحياناً على جين متنحن النوع الثالث ينتقل على جين متنحن والجين هو موقع الصفة على الكروموسوم يكون الخلل في النوع الأول في نقص العامل حيث يتأثر نصف الجين أما في النوع الثاني فيكون العامل موجوداً حيث يكون الخلل في الوظيفة وفي النوع الثالث يتأثر كل الجين مما يزيد نسبة الإصابة وشدتها أنواع المرض من الناحية المرضية في حالات قليلة قد ينتج المرض نتيجة لأسباب غير وراثية تؤدي إلى زيادة تكسر عامل فونويل براند مثل تكون أجسام مبادة للعامل زيادة الصفائح الدموية قصور الغدة الدرقية ورمي ولمز ولمز تيومر الأعراض في كثير من الحالات تكون الأعراض غير ظاهرة وتنتج فجأة إذا تعرض الشخص لنزيف قوي وكبير ولكن هذه أهم الأعراض نزيف من الأنسجة بعض الكدمات نزول الدم من الأنف زيادة الدورة الشهرية في الأنثى تشخيص المرض فحص الدم الشامل والصفائح الدموية فحص وقت الثرومبوبلاستين المنشط APTT فحص وقت البروثرومبن PT INR فحص العامل الثامن وعامل ظون العلاج تريتمنت يتم علاج المرض بدواء يسمى ديسمو بيرسين DDAVP وهو يقوم بزيادة إفراز العامل الثامن وعامل ظون والبراند وهو العلاج الذي يستعمل لمرض الهيموفيليا أيضا ترجمة نانسي قنقر